موسيقى تتعدد الأسباب والصعود مستمر لدولار وصل إلى أعلى مستوياته منذ نشوء هذا الكيان اللبناني الذي لم يتبقى منه اليوم إلا بعض الأصوات التي تسعى للمحافظ عليه وبعض الزكريات من ستينيات وسبعينيات القرن الماضي حتى أن في زمن المجاعة والجراد أيام الحرب العالمية الأولى كانت الكرامة موجودة ومحفوظة وكان هناك من يقاوم أما اليوم فلا كرامة للإنسان في لبنان الطبقة السياسية تعيش في حالة غيبوبة عن الواقع وبكركي لا يسعها إلا الصلاة والإقليم منشغل في سوريا واليمن والمجتمع الدولي عينه على أوكرانيا ولم يتبقى لنا إلا رحمتك يا الله حلقة اليوم من مشات المساء نناقش فيها مع المدافع الأول عن شكل ومضمون هذا الكيان النائب السابق الدكتور فارس سعيد ماذا تبقى من كيان لبنان وهل يصلح للعيش بكرامة أم حان وقت مشحه والصلاة على روحه والتفكير بكيان جديد قابل للحياة دكتور سعيد أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان وهذا استيديو جديد أول مرة إن كنت جي عليه ونعجبت فيه وبسرني كتير إن يكون معك مروان أنا في زكريات أنا وياك أنا ذاكرك كتير منيح وإن كنت بعدك شاب كتير شاب الله يخليه حد بياري جمير بخيام 2005 بخيام 14 أدار الله يرحمه ويرحم كل الشهداء الله يحفظك والله يرحمه دكتور فارس طبعا يعني أيضا الشخ بيار كان يؤمن بهذه الصيغة وشخ بيار المؤسس كان يؤمن بهذه الصيغة اليوم الشخ بيار المؤسس عنده كلام بيسوا كل الناس تسمعوا كان يقول لهم إذا بتحكوا بالتقصي مش قادرين تقصموا جريمة جريمة وإذا قادرين تقصموا وما بتقصموا جريمة هلأ في حكي وما في قدرة وبالتالي بركي بيرجعوا على الشيخ بيار المؤسس ويعرفوا أن هذه جريمة طيب دكتور فارس سعاد يعني يمكن أيامات الجريمة تبرر الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الحق أو البقاء في وطن يتفكت يوما بعد يوم تحدثت أنا بالمقدمة عن أنه هل حان وقت مشح هذا النظام والصلاة على روح الطرف المشح أنه يعني خلاص آخر عملية التواصل بين الحياة والموت دكتور فارس ليش هالدفاع المستميط اليوم عندك عن الكيان اللبناني مع أن هناك ربما تكون محقة هذه الأصوات التي تتحدث أو هذه الصراخات التي تتحدث عن أن يجب أن يكون للبنان صيغة جديدة تعيد إنتاجه من جديد على أسو السليمة بداية أنا مؤمن بالفكرة اللبنانية فكرة العيش المشترك أنا مؤمن فيها وبانطلاقة أيضا مسيحية ومرونية بقدر أقول أنه بعتبر بأنه ضمانة المسيحيين في لبنان هي بالعيش المشترك وليس العكس والعيش المشترك بنظرتي أنا منى نتيجة رغبة المسيحيين للعيش مع المسلمين أو رغبة المسلمين للعيش مع المسيحيين هي نتيجة استحالة أنه كل فريق يعيش لوحده لأنه العنف يدخل على داخل كل فريق وكل مرة جربنا صيغة المجتمع الصافي بمعنى أنه نعيش مع بعضنا مش بس نحن نحن والمسلمين فتنا بعمليات عنف داخلية نحن ما مننسى العنف يلي اشتاع المناطق اللي نحن كلنا قاعدين فيها خلال مرحلة الحرب كما أنه ما مننسى أنه العنف أيضا دخل على داخل البيئة الإسلامية عندما كانوا أيضا لوحدهم يعني الحرب الشيعية خاصة الحرب الشيعية الشيعية الحرب المخيمات مع حركة أمل السنية الشيعية وبالتالي تنكسر الوحدة الداخلية الإسلامية المسيحية وبيظن كل فريق أنه اقططع رقعة جغرافية وعمل على هذه الرقعة الجغرافية نظام مصلحة لأله إعلامي وإقتصادي ومالي وسياسي وعسكري وأمني وبيظن بأنه أصبح حلق يعني بمنأة عن أي عنف أو عن أي مشاكل سرعان ما بيدخل العنف على داخل البيت وأنا أعرف مين بيحكم يعني هذا الكنتون المسيحي وهذا الكنتون المسلم وهذا الكنتون درزي وهذا الكنتون الشيعي يلي بدو يركب يعني ديمقراطيتنا مع بعضنا أولا علامة استفهام وبالتالي أنا مؤمن بالفكرة حتى الساعة بتقول بعدها ولم نتعلم يعني من أخطاء الماضي طبعا هذه طبيعة ونحن أولاد جبال يعني بالعلم الاجتماعي تبعنا من الكبير للصغير فورا يعني بضيعتك وبيضيعتك إذا بيترشح مختار مش هو اللي بيترشح جد 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 جده يكون رشح جبه بيترشح وهوقات الفخد بالجب بيترشح وبالتالي مش صحيح إنه كل الناس بتحب بعضها وكل الناس عايشي مع بعضها وأنا اكتشفت يعني لكن برح أخيك كان أكبر دليل يمكن إعادة اللحمة وعضل اللحمة وبعدين أخيك تفكر إنه السياسي بتقصم الناس الناس مقصومة على العريشي وبتركب انقسامها على الانقسام السياسي يعني إذا خصمي أو جاري المختلف أناويه على عقار أو مختلف أناويه على شغلي خاصة إذا هو مع فريق أنا مع فريق آخر وهذا اللي برر يعمر البات عقياس الشباك يعني هذا اللي برر المثل بقاله وقت اللي عملت نايب أحرقت شيروير يعني مين قدك تحرق شيروير بقاله مش محبطا فيه كنكيب جاري صحي وبتالي يعني إذا أنا أولا مؤمن بالفكرة اللبنانية وأنا بعتقد بأنه مع العالمي ما بقى في مجتمعات صافية في ستة مليون مسلم بفرنسا وفرنسا عم بتعاني بمشكلة حقيقية اليوم بتتعرف كيف هذا النظام العلماني الفرنسي ويلي هو أيضا لمركزي بمحلات كيف ممكن أنه يتعامل مع دخول على داخل النسيج الاجتماعي الفرنسي ومن ثم داخل النسيج الاجتماعي الأوروبي أنه يكون فيه 30-35 مليون مسلم بصوته بأوروبا يلي هي مكونة من 400-420 مليون إنسان وبالتالي ما بقى فيه بفضل العالمة والهجرة ما بقى فيه مجتمعات صافية والسؤال اللي نحن منطرحه كل يوم بلبنان عم منطرحه من 200 سن إلى اليوم وهلأ عم منطرحه وما كان بالعالم كيف يمكن أن نعيش بسلام إذا كنا مختلفين نحن مختلفين على المسلمين والمسلمين مختلفين عنا نحن وبالتالي أنا قلت أنه مش نتيجة رغبتي بالعيش مع المسلمين أو رغبة المسلمين يعيش معي هي نتيجة استحالة كل فريق أنه يعيش لوحدهم دكتور سعد يعني نحن ممكن أنه يكون الفكرة نبعة من عدم رغبة العيش بمنطق مغير مش ضروري بين مسلم ومسيحي اليوم عندما ترى مجموعات سياسية معينة بأن هويتها مهددة منهج أو منهجية عيشة مهددة الفريق الآخر على مدى عشرين أو خمسة وعشرين سنة حتى الساعة ما عم بيستوعب أنه الالتزام بلبنان بفكرة لبنان بكيان لبنان بمالية لبنان بقانون لبنان يعني عندما يعني تصل الأمور إلى هذا الدرج من عدم التفاهم بين المكونات السياسية بلبنان وطبعا هناك فئات اليوم حيث حالة أقوى أنت عم تحكي عن مشكلة سلاح حزب الله مشكلة سلاح حزب الله ويعني مفهوم الدولة بالنسبة لحزب الله أنا بسمية أكثر من مشكلة سلاح حزب الله وسمية الاحتلال الإيراني نعم في ناس عم بيقولوا أمام هذا الواقع يعني نحنا مش قادرين نواجهه تععوا نغير الصيغة ونقعد ببيتنا وبننتظر شو بدوا يصير بالمنطق أنا برأيي هذا الانسحاب من المواجهة أولا ما بيشبهنا نحنا ولا مرة انسحبنا من هذه المواجهة وقت الأبو عمار جرب يحط إيده على لبنان ما انسحبنا من المواجهة وقت الحافظ الأسد جرب أنه يلغي الكيان اللبناني ما انسحبنا من المواجهة واليوم زريعة أنه هذه المواجهة أصعب لأنه في فريق لبناني معه أو في فريق هذا كلام مش صحيح هذا كلام للتبرير بالانسحاب من هذه المواجهة إذا احنا أولا ما منقدر ننسح من هذه المواجهة وبالتالي فعلا ما بتشبهنا وما بتشبهنا نحنا كمسيحيين وبالتحديد كموارد اثنين مواجهة هذا الموضوع هو بمحاصرته مش بنسحاب منه هو بإعادة تكوين الوحدة الداخلية يلي نحنا كوناها بالعام 2005 بمواجهة السوريين شو فكراك وقت بلي انطلق نداء مجلس المطرنة بالألفان مع البتراكسفير المسلمين كانوا مستعدين للقبول أو الإسلامات بخروج الجيش السوري من لبنان أولا كان الجيش السوري مدعوم من الأمريكان وكان مدعوم من واقع عربي حالي وكان مدعوم من طبقة سياسية ثبت الدولار بألف وخمسمائة ليرة حطت لمبة قدام كل بيت بضيعتك وبضيعتي جابت عجلة زفت على كل ضيعة اخترعت نواب اخترعت زعامات ادخلت الناس بأسهم عملت نهضة اجتماعية ونمو ونمو وأكبر دليل نحن قطعنا الانتخابات بالعام 1992 مشت الحياة عادية شاركوا 13 بالمية بين الـ 92 والـ 96 انتقلت نسبة المشتركة من الـ 13 بالمية إلى الـ 62 بالمية بالـ 96 ترشح بقضاء شبال وحده سنة الـ 96 تلاتة واربعين مرشح على ثلاث مقاعد ما ضل حدا بكسروان في خي ترشح وتخيه وبالتالي انتقلت هذه الأمور من محل إلى محل آخر وبالتالي لا نحن فينا أبو شرف ويمكن غيرهم كمان بمناطق أخرى أبداً مش عم بحكي من باب الشماتي ولكن من باب التوصيف من باب التوصيف وبالتالي نحن تعبنا نحن والكنيسة لإعادة تكوين الوحدة الداخلية بمجهة السوريين أولاً حكينا مع وليد جوبلاط حكينا مع رفيق الحريري بالألفان من بعد ندق مجلس بطرني الله يرحمه ما كان ماشي الحال حكينا مع الشيعة طبعاً ما كان ماشي الحال وبالألفان وأربعة من بعد التمديد بالرئيس الحود رجع الرئيس الحريري تفهمنا نحن وياه ورحنا على البريستور ووقت اللي استشهد بأربعة عشر باطل ألفان وخمسة كان في جهوزية لبنانية للاستفادة من ما يسمى الرياح المؤاتي بالمنطقة والرياح الوطنية المؤاتية وقدرنا أنجزنا خروج الجيش السوري من لبنان أما القول اليوم بأنه أمام هذا العائق اللي اسمه سلاح حزب الله وهيمنة إيران على لبنان أنا بنسحب من لبنان وبروح على صيغة جديدة اسمه كفرشيمة المدفون أو اسمه فيدرالي أو اسمه المركزية ميلي أو اسمه الطلاق أو اسمه شو مكان من أين بتودى هذه الأمور هل بتودى هذه الى استعادة البلد ولا بتودى انه نحن نربح حالنا بأي صيغة مين بيأمن لي أنا انه أولا الأمن بهذه المنطقة بيكون مربوط ما بنرجع من قدل بعضنا مين بيأمن لي مين بيقعد قدام بالكنيسة وكيف نتعامل مع معنا بشكل ديمقراطي مع بعضنا بشكل ديمقراطي وكيف ممكن انه نبني إدارة بشكل ديمقراطي ونبني قضاء عادل ونبني دورة مالية ودورة اقتصادية ومع مين بدنا نحكي ومين جيراننا ومين إعلاقاتنا ونحنا عاملينوا كموارنا كنا باللبنان الكبير دكتور فارس يعني هيني علينا اذا كانت بيعني لا مركزية معينة هيني نعمل انت جبيلي وانا جبيلي صحيح ولا انا ولا انت اهلنا كانوا ينتخبوا ريموؤدي صحيح بس بالستة وخمسين وقت العمل العميد ريموؤدي قانون سرية المصارف عملوا بضل صعود المارونية السيئسية كان اسمه جورج كرم من جونيا كمان ماروني ماروني شاب برلماني عريق اسمه ريموؤدي عمل قانون سرية المصارف عمتين عمل هيدا القانون بلاحظة كان في اتجاه للأنظمة العربية ان تلو على النموذج السوفييتي على النموذج الشيوعي وتأمم كل شيء اجر رأس الماد العربي والمسلم وبالتالي ما عبينا خزناتنا من كرز بشري ومن تفاح العقورة عبينا خزناتنا من أموال المسلمين ومن أموال العرب يلي عرفنا بلحظة من اللحظات كيف نحنا نبني دولة قادرة على استدعاء انتباههم وعلى تأمين مصالحهم نحنا اليوم من انسحابنا من هذه المنطقة وانسحابنا من أمام السلاح حزب الله شو عم نقول كمان عمليا انه هلا اجتمعوا السنة والشيعة بين إيران وبين السعودية هذا الاجتماع بين السنة والشيعة رح يلغي لنا دورنا وبالتالي حجة إضافية ونحنا نعيش لوحدنا كأنه نحنا المورني ما فينا نعيش بها هذا البلد إلا إذا الإسلام قتلوا بعضهم مش صحيح الكلام هذا كلام معيب بحقنا نحنا جزء لا يتجزأ من نسيج هذه المنطقة ونحنا لدينا دور ونحنا ما نتمنى إلا الخير وما نتمنى إلا السلام لكل الناس دكتور فيرس بس كمان في نقطة أساسية نحنا اليوم حاصرين الفكرة الجديدة أو الأصوات الجديدة اللي عم تطلع بموضوع المركزية أو بموضوع يعني الفيدرالية عم نحصرها بالواقع المسيح الماروني ولكن اليوم كمان نبض الشارع وصوت الشارع بيتحدث عن انزعاج درزة من وضعية حزب الله انزعاج سنة من وضعية حزب الله انزعاج المجتمع المدني من وضعية حزب الله يعني باسم مكون واحد اليوم يعني صار يفكر وصار عنده بخلفية ذهنه انه فكرة وأكيدة مين عم يجمعهم كلهم؟ مجموعات ما بينعاش سلاح حزب الله عم يجمعهم كلهم عم قول مين الدينامية السياسية اللي قادرة تجمع كل هذا كل المنزعجين من سلاح حزب الله بإطار وطني أو بالنصاب لبناني ووطني في مواجهة حزب الله وحصره كما حصل في العام 2005 مثل اللقاء البريستول كمان حصل بالعام 2005 بعدين بدي لك شغلي العربي بقولوا كبيرهم علموهم السحر أنا برايي حزب الله تحكم فينا كلنا من بعد 2005 قال الأقوى في طائفته يصبح رئيسا لجمهورية لبنان صحيح المركدنا في أربع زعمة بيقعدوا ببكركي منبعت كلنا سوا بالليبان بوست مرسل عند المسلمين منقلهم الأقوى فينا اسمه ميشيل عون بيوصل على بعبدة نعمل توازن نحنا والآخرين ما ظبطت رجع قالنا حزب الله فيه سنائية أنا عملتها بطيفتي بتأمل مصالح هذه الطائفة لدى الجمهورية اللبنانية كل القلقل اللي عايزتوا هذه الطائفة بالقانون وبالإدارة وبالواسطة وبالماليات نحنا منؤمنهم إياها قاموا كل الطواقف قالوا ليش ما مستنسخ نحنا هذه التجربة ومنعمل مثلهم هدت جمعتين عنا هدت عنا جمعتين هلأ عم بيقولولنا نحنا عمليين فيدرالية دوفاكتو عنا مستشفى اسمه الرسول الأعظم عنا جيش عنا قرد حسن عنا مالية عنا رافعة إقليمية اسمه إيران عملوا مثلها نحنا منعملها على الفيسبوك يعني صرنا نحنا ملحقين لأفكار مش نحنا مننتجها لأفكار مش نحنا مندرسها لأفكار مش نحنا منعرف شو هي فعاليتها كل اللي عم نعملوا ردة فعل كل اللي عم نعملوا انه غيرنا نعملوا عم بيحكينا غيرنا بيحطنا العتبي غيرنا بيحطنا العنوان ونحنا مندلتحي لا مش هيك نحنا ولا بحياتنا كنا هيك نحنا من الف وستمائة سنة منها هيك ومن الفين سنة منها هيك من مئة سنة من وقت لبنان الكبير منها هيك نحنا أخذنا قرارات كبرى بهذا البلد نحنا سنة الف وتسعمية وعشرين عرض علينا لبنان وطن ملجأ لمسيحيين المنطقة رفضناه نحنا على اللبنان الكبير بضمان الكنيسة نحن بال43 واربعين قالونا الفرنسوية ولا وعملنا لكم عنتورة ووتل جو وحلمنا لكم فرنسوي وعملنا لكم سجل عقاري وسجل النفوس بتقوموا علينا قالنا لا الاستقلال اهم من مصالحنا الشخصية نحن بالعام 2005 انتفضنا نحن والمسلمين بانتفاضة شلنا جيش بعده عم بيقاتل لحد اليوم عم بيستقبل مبالح بالامارات يعني جيش ما قدرت تكسروا ثورة حطت مليون مفقود ومليون سجين و12 مليون نازح ما قدرت تكسروا لهذا جيش نحن كسرناه بالوردي كسرناه بشبابك كسرناه ببياري جميل بالخيمة كسرناه بهذه الوحدة الداخلية هلأ وقت ننصح من هذه الوحدة الداخلية ونروح على مجهول مع بعضنا مش عارفين اذا احنا منكمل ولا لا دكتور فارس طيب اليوم يعني هذه الفكرة اللي عم تحكيها كمان فكرة سليمة وتجسد يعني تاريخ الموارن في لبنان وحب الموارن لهذا الكيان اللي بيعتبروه هو جزء منهم هو مولودهم بالألف وتسعلي وعشرين يعني نحن الكنيسة الوحيدة اللي بتصلي للبنان بإداسة صحيح نحن منحط الأرز على طوب الخوري صحيح وهذا فخر لقلنا مننتهي بالآخر انه راحين على بيت عنيا تنصلي بدل ما نعمل سياسة رح نحكي عن هذا الموضوع بس قبل ما نحكي عن هذا الموضوع طبعا رؤية سليمة من المنطق الوطني والعيش المشترك والحفاظ على هذا الكيان بس دكتور سعاد السبيل للحديث مع حزب الله السبيل لحلها المعضلة اليوم معضلة مع عمرة يوم ويومان وكذا معضلة عمرة أكبر من الحرب الأهلية بالسنين أكبر من الأزمات كلها معضلة عمرة تقريبا صار شي خمسة وثلاثين سنة معضلة حزب الله في لبنان وثلاثين سنة ويبدو ارتباط الوصيق والعضوة بيئة الجمهورية الإيرانية وبالثورة الإسلامية ما رح ينفك وطالما موجودة الثورة بإيران طالما موجود الحزب بوضعيته الحالية المهيمنة على لبنان السبيل للتعاطي معه لك أنا يعني ما عندي رشاد تبروح بجيبها من الفرح صحيح بس خلينا نقول لك أنا رأيي صعوبة مواجهة حزب الله ناتجي عن تفككنا نحن كالربنانيين مش عن قوة حزب الله أولا الاندفاع الإيراني اللي بدأت مع وجود الأمريكيين في العراق بالعام 2003 ويلي عملياً بين 2004 و2005 ألغيت أو على الأقل رفعت ثلاث حواجز سنية بالمنطقة أعلن عن وفاة ياسر عرفات أعدم صدام حسان وقتل رفيق الحريري في بيرون ثلاث حواجز سنية كبرى بين 2004 و2005 رفعوا أمام الاندفاع الإيراني اللي دخلت على المنطقة وحتى هدفين وبرأيي أنا حققتهم بكتير من الدقة سحقت الوضعية السنية السياسية بالعراق وبسوريا وبلبنان واستمالت الأقليات نجحت بثنان أنهت الوضعية السنية بالعراق أنهت الوضعية السنية بسوريا أنهت الوضعية السنية بلبنان واستمالت الأقليات بكل هذه المناطق يعني العلويين عندها جزء كبير من المسيحيين عندها دروس جبل الدروس بسوريا عندها وبالتالي قدرت حققت هودتنا هيدا شو نعكس بلبنان نعكس بلبنان عدم وجود فعالية سنية انكفاء الطايفة طبعا وليد جملات لايزاد قاعد على حفة النهر وبيقول ما حدا يطلب مني أنا كطائف صغيري أني أنا أعمل المعرك الكبرى عملتها بسرعة أيار وشفناكم يا شباب وقدت الخير كون أنا ما بدي يكرر هذا الموضوع وعننا نحنا يعني مطرح ما لسوق الحظ الرئيس عون بياخد عنوان السياسي الكل بيتبع يعني بدل ما حدا يقدر يوقف ويقل له هذا الوضع منه منيح بالعكس نحنا عم نتبع وبالتالي نحنا ما بدي عنا فعالية فتنا بمزايدة مسيحية مسيحية مع بعضنا البعض تنحدد حجم هذا الحزب وحجم هذا الزعيم بداخل الضالي فعالية درزية مش موجودة في زعيم درزي في زعيم درزي مهدى السماء بيكفوا والمختارة فاتيكان دروز وأكتر من هيك هلأ ما بدي وعمل إدارة مدنية لألي أنا السنة مفككين وبالتالي أمام هذا التفكك الداخلي يعني هو نتيجة هذه الاندفاع الإيراني بالمنطقة يبدو وكأنه حزب الله مش قادر على أنت بس اليوم فيه معطيات جديدة حاصلة يعني هذا التفاهم الإيراني السعودي يلي قائم بالمنطقة لابد إلا ما يكون في عنده إنعكاس على وضعية إيران بالمنطقة ولابد أن تأتي رياح مؤاتية وبهذه اللحظة في دورنا المسيحيين قبل غيرون في إعادة جمع كل الذين هم يعترضون على سلاح حزب الله وعلى بروز النفوز الإيراني بلبنان طيب بس هون دكتور سعيد أنا بدي عقب على حديثك يعني اللي استخلصتوا من حديثك خبرتني إنه حزب الله اليوم عامل المركزية تبعه أو الفيدرالي تبعه وعيشها بأبها حلالة وخبرتني إنه وليد باك عامل الإدارة المدنية والجبل ومضبط الوضع من دون ما يعلن عنه بيبقى نحنا بنا نرجع نحنا نقنع الناس والسنة بيرجع نحنا نقنع الناس إنه لا يا جماعة هيدا البلد بيجنن نحنا 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 هيا وظيفتنا نحنا شو اخترعوا المروني اخترعوا لبنان شو مشروع المروني الفكرة اللبنانية صحيح يعني نحنا إذا ما منقدر نعيش مع المسلمين نصبح يهود عمر حيط بطور حتى اليهود من بعد 48 بعد 70 سنة كسروا الحيط وصاروا قاعدين بأبو دبي صاروا قاعدين بدبي وعن مصلحة أنا ما عم قول اكتشفوا بالإسلام يعني بالدين الإسلامي شيء هني ما كان عندهم إياه بالدين اليهودي وهلأ راحين على البيت الإبراهيمي للحوار اليهودي المسيحي الإسلامي بعقل مفتوح في مصلحة مستقلة في مصد على القليل يعملوا مصلحتنا يعني أنه ما تاخدونا على مشاريع انسحابية بتجعل منا أهداف صغيري شبابنا عم بفلوا لأنه ما عم نقلوا ونشغل بتروح بتعزي بأي ضائعة اللي كان كلهم من عمري وطلوع ما بقى في شباب وما بقى في فعالية والأسباب الوجودية تبعنا يعني الجامعة والمدرسة والمستشفى والمصرف والوكالات الحصرية والإعلاقات مع العرب والإعلاقات مع الخارج وامتلكنا للغات وحداستنا كطائفة أصبحت اليوم مع تشات جي بي تي يعني وجهة نظر مثلها مثلها مثل غيرها وبطل نحنا قدري أن نلعب دور وبطري رجاء يعني قبل ما نكب أفكار في ست سبع جماعات مسيحية فيجتمعوا عدوا مع بعض كون خلوي يوم اتنين تلايتي شهر عملوا اتصالات مع هارفورد عملوا اتصالات مع السوربون طلعوا ورقة شي مرة ورقة وحدة ورقة ورقة دراسة حول المتغيرات الإقليمية المتغيرات الدولية ماذا يعني إوكرانيا ماذا يعني التقارب السعودي الإيراني ماذا يعني أن ننتقل من الحرب الإيرانية السعودية إلى شبه تفاهم شو انعكاسوا علينا ومن بعد ما أنتوا تعملوا هذه الدراسة حكووا مع المقررين السياسيين مش معوا هالمقررين السياسيين طيب معقول نحنا طائفي يعني ارتكز كل مستقبلنا على الثقافة وعلى الحضارة وعلى العلم ما بقى عنا جامعة ما بقى عنا كلية علوم سياسية تطلع ورقة سياسية ولا حزب مروان من أحزابنا من 2005 إلى اليوم ومطلع مانيفاست سياسي أو وسيقة سياسية ولا حزب مختزلين السياسة بالنفوذ والنفوذ بالمكانات الانتخابية وأحزابنا تحولت إلى مكانات انتخابية فقط حزب الله طلع وسيقة سياسية بال84 ورجع طلع وسيقة سياسية بال2009 مأكد على الدولة الإسلامية حدا مننا يطلع وسيقة الكنيسة مطلعة وسيقة اللي اسمها الكنيسة والسياسة بالعام 2006 بتحدى إذا في أكتر من 100 ماروني قرية غير الكهنوت أو الإكليروس الماروني أنا بتحدى إذا في أكتر من 100 ماروني أو 200 ماروني يا سيدي تكون كريم يكونوا قرية وأهم ورقة سياسية نعملت بتاريخ المورني نعملت نتيجة أعمال المجمع البطيارك الماروني وصدرت بالعام 2006 بأهمية قصوى بترد على موضوع العيش المشترك بتحكي عن الطائف بتحكي عن الدستور بتحكي عن علاقتنا بالمحيط بتحكي عن دورنا بالمحيط كله هيدا عملته الكنيسة مش الأحزاب عملوها ولا الشخصيات السياسية اللي مثلي أو مثل غيري ما حدا مننا نحنا قارب هذا الموضوع إلا من باب النفوز السياسي شو حجمي وشو حجمك وقديش أنا بقدر جيب نواب وقديش بيطلع لي وقديش بتيخد وقديش فيك جيبهم خطير وقديش فيك جيبهم خطير وقديش بمعارك بالضياع على طبعا رح نتحدث عنه كلهم بزكتور سعاد يعني بالحديثة عن الكنيسة هل يعني صلاة أربعاء أيوب هي اللي مزيد من الصبر أو هي مفتاح الحل بتصور إنه البترك دق صدرو يعني إنه جرب كل شي يعني كان إلك تويت ليفتي يعني مبارح الصباح بتقول فيها إنه أصبحنا يعني أصبحت الطبقة السياسية اليوم في لبنان مثل ترتيلة يا شاربل صلي عنا حتى الصلاة بدون حدا يصليه عنه تماما يا شاربل صلي عنا مش نحنا منصلي يا شاربل لا شاربل بيصلي عنا شاربل بيصلي عنا أنا برأيي يعني استنفت كل شيء البترك يعني قالوا له صفير كان أبو سمير وأصم الموارن وكذا إنتي لازم تجمعهم جمعهم قالوا له بتدعم الأقوى فيهم على رئاسة جمهورية دعم قالوا له قوعك الطالب باستقالة رئيسة جمهورية ماروني حتى من بعد مرفق بيروت لأنه قوعك إذا بينزل رئيسة جمهورية ماروني مدروا شو بيزي بس ثلاث وزراء ثلاث رئيسة حجومات سنة مننزلهم بالشارع معلاش عمانة مش قالوا له قوعك قوعك الوظيف الكبرى المسيحية والمارونية إنه يندق فيها حد يقل لكلمة كله ماشي حاكم رئيس مجلس قضاء الأعلى قائد الجيش مدير المخاورات رئيس مجلس البنائي حتى وصل لوقت وصل لوقت خير قلوا لنا شو لازم أنه ينعمل راح يصلي يعني عم بيعطوا مشهد عجز سياسي ما بدي قل لك كلمة كبيرة بس إنه ما بتليق فينا جد ما بتليق ما بتليق بناس كلنا نضلنا من أجل عودتهم على المسرح السياسي من بعد 2005 وكنا مقتنعين لأنه عن أناعة وأنا بكل احترام بقول إنه عودة الأحزاب الحقيقية والأساسية عند المسيحيين للوضعيات التلسلي للوضعياتها طبعا بتعمل توازن حقيقي مع المسلمين بعملية بناء الدولة طب نعطاهم كل الفرص والمناسبات من العام 2050 ما حدا يقول لي ما أجا مصاري على البلد ما حدا يقول لي ما أجا دعم على البلد ما حدا يقول لي ما أجا مناسبات على البلد طب وصلنا لوقت إنه وصلنا بالآخر عم قاعدين عم نصلي بخلوة ببيت عنيا دكتور سعد يعني سؤال يعني من خلفيتك المارونية والتاريخية والوجدنية ألم تكن بكركي في الأزمنة الماضية أكثر صرامة أكثر حزما وخاصة في الموضوع الماروني وعندما كانت يعني بكركي تستلم زمام الدفة السياسية كان وضع لبنان ووضع الموارن صعودا وعندما كانت يعني أرباب السياسة أو يعني الحكم المدني عند الموارن كان الإنحدار سيد الموقف مش صحيح يعني تساكنت بكركي مع عبشرة الخوري تساكنت بكركي مع كارين شامعون تساكنت بكركي مع فؤاد شاب كان في مشاكل أوقات بيناتهم لأنه بكركي بكركي والجمهورية جمهورية بكركي بتعتبر أنه هي أم الإختراع وأنه الجمهورية لازم تستشيرها بالأمور الوطنية الكبرى أكيد كان في أوقات مشاكل بين بين البترك المعوشي وفؤاد شاب كان في مشاكل بين البترك المعوشي وكمين شامعون صحيح سموه محمد المعوشي لأنه وقف ضد كمين شامعون يعني بموضوع التمديد بموضوع التشديد بموضوع الدستور بس مش صحيح أنه بكركي يعني مؤثرة بشي المؤثر برأيي أنا هي الطبقة السياسية بس مفروض يعني أنا سؤالي هون بدل الدعوة إلى الصلاة تكون هو دعوة لمقاطعة كل من يتلقق قاطع وبعدين وضعيته الوطنية خاصة بمفهوم أنت خبر طلب منه نقاطع وبعدين مرة طلب منه نحرم ومن حرموا عن شي طلب منه نقاطع وما قاطع يعني مين عم يعطي أهمية فعلية لبكركي من قبل القيادات السياسية الأساسية إذا في من فهنقول شيء ممكن ينعمل لمصالح معينة بنعمل بكركي ما بتقدر تطلع أوش بكركي جزء من الكنيسة الرسولية والكنيسة الرسولية يلي أجت على الأزهر ويلي أجت عند السيستاني بالعراق ويلي أجت على الإمارات عملت وسيئة الأخوة الإنسانية مع المسلمين صحي ويلي أجت مع البحرين ما فيها تقول فيدرالية وانقسام وانقطاع عن المسلمين ولا عايش مشترك وما بقى ينعاش معهم وبينعاش معهم ونحن ندفع كهرباء ونحن ندفع كهرباء وهن لا لا دكتور فارس أنا عم بحكي أنه تكون حازم بكركي مع الطبقة السياسية المساحية مع النواب المساحيين بدل الدعوة إلى الصلاة دعوة إلى القيام بواجباتهم بموضوع انتخاب الرئيس ما بيسمعونها هذا اللي عم نحكي ما بيسمعونها ما بيسمعونها ما بيسمعونها معلاش وقت أخد موقف صفير بموضوع اتفاق الطائف طلعوا عليه صح يعني مش أنه يعني أثروا بهذا الموضوع وأنا بيلاقي هاي دي الحادسة بمحلمة بعد موجودة بالDNA السياسي تبع بكركي هل قدي أثرت أكيد لأنه هاي دي مش صايرة يعني يعني مش صايرة أيام السلطنة ما صارت جد ما صارت لأنه صارت طبعا في أحداث صارت مع البطاركي بس أنه نحنا من لحمنا ودمنا أمورني يطلعوا على بكركي مش صايرة طب يعني الخطوة الثانية بتاعت الدكتور سعيد من بعد هذا النهار في بكركي شو معقول تكون الخطوة الثانية يعني اليوم عم تقلي استنفدت بكركي كل شي ووصلت معهم لحل أنه يا جماعة طلعوا تنصلي نحنا وياكم بركة الله بيهديكم مرواد خطورة مشهد بكركي هو إعلان المسيحيين أنه خرجوا من دائرة التأثير السياسي هيدا المشهد عم بيعلنوا عمليا أنه نحنا انتقلنا من السياسي إلى الصلاة لأنه ما بقى عنا إمكانية الفعالية هذه الخطورة مشهد بكركي وبالتالي بمحل ما إذا أنا اسمي رئيس نبيه بالري بقول شفتوا أنا قلت لكم المشكلة المرونة مرونة نزعلتوا مني يعني عم نعطي انطباع أنه إذا اتفقوا المسيحيين ببعضهم ممكن نحلحل الأمور مش صحيح اللي معرق العملية انتخاب رئيس مش نحنا ونحنا نقصمنا كتلي ودستور بنينا دولي نقصمنا حلف ونهج بنينا دولي نقصمنا يا سيدي 14 و 8 حافظنا على حد قدنا من الدولي وبالتالي مش صحيح إنه انقسام الموارني مع بعضهم يمنع قيام دولي أو يمنع انتخاب رئيس وبالتالي ليش نحنا عم نعمل هيدا المشهد اتنين شو بدو يصير بدو يصير إنه مع دولار بيطلع على 140 ألف مع انهيار لكل الإدارات العامة يعني القطاع الخاص بلبنان بلش يرقلش حاله العامل والطبيب والمهندس والمطعم بلش يرقلش حاله لأنه بلش ياخد دولار الحلاق صار عم ياخد دولار قطاع العام يعني هو اكله يعني عم ينهار وإذا بكرة ما عملوا تمديد للبلديات وما حصلت انتخابات بلدي أنا مش ممكن انتخابات بلدي بهذا الجو انت ب 31 خمسة عم بتسلم ألف بلدية لأي مقام ولمحافظ إضافة إلى المخطير وبالتالي انت عم بتسلم حتى السلطات المحلية إلى السلطة المركزية اللي هي منا موجودة كيف بدك انك تعبي مزوت أو تشيل النفايات بألف بلدية من قبل المحافظ أو من قبل أي مقام ما عنده إمكانيات هو مش عم يجي على الشغل هو منو عم يجي كل هالأمور الضغطة بدوا يستخدمها الرئيس بري بدوا يستخدمها الفريق الآخر انه انتم عم بتقاطعوا انتم ما بدكن تنتخبوا رئيس وبالتالي تحملوا أمام الرأي العام اللبناني هذه المسؤولية ليش حطينا حالنا بهذه الزاوية ليش حطينا حالنا بهذا لا قدرين نحن ننتج رئيس ولا قدرين نتفاهم مع الآخرين مشان رئيس خيحة ستيمان فرنجي كلنا ما بدنا لانه مش لانه هو الشخص غير محترم او بالعكس يعني انا شخصي على مستوى الشخصي ما عندي شي ضد بس انه هدا رجال بيمسل اليوم خط سياسي نحنا منا فيه نحنا عنا مرشح اسمه ميشيل معواض او ندعمه متى ملازم انه يندع ميشيل معواض لانه انا ما شفت لحد دل حدا دعمه متى ملازم او نتفاهم نحن وياه على صيغة جديدة وانا برأيي رح نكفي دكتور سعيد بموضوع الرئاسي لانه هو شئ واحده ولكن تنوصل على موضوع الرئاسي علينا ان يعني نستنبط منك ماذا متى ستأتي تداعيات الاتفاق السعودي الايراني الى لبنان كنت حدست انت بتصاريح سابقا انه قبل اشهر ما تنتظروا انه تداعيتها تأثر على الداخل اللبناني هذه الاتفاقية يعني كيف حصلت فاجأت القوى السياسية القريبة من السعودية او القريبة من ايران كيف تنعكس على الداخل اللبناني وخاصة بملف رئاسة الجمهورية وبملف التعاطي مع حزب الله يعني هذا حدث كتير كبير منعطف كتير كبير بالمنطب كتير كتير يعني هذا بقياس اتفاق دولي يعني هذا هذا بقياس كم ديفيد والمنعطف اللي صار يعني ويمكن اكبر كمان ويصار بثمانية ويلي انهى الحرب بين مصر وبين اسرائيل عمليا وطبع الانطبع العلاقات انور السادات الى القدس واستقبل وستقبلوا بيجين وكل وخربطت المعادلات اللي كانت خربطت المعادلات ونقلت حافز الاسد من محل الى محل اخر وحتقيدوا اكتر على لبنان ونحن انتفضنا عليه لا اول ملف بدون نحكي فيه طبعا يمن لانه هادي الشوكي اللي هي بخسرة البنك العربية سعودية تاني الملف بدي يكون الملف النووي الايراني وصولا تدريجيا الى معالجة مواضيع العراق السورية وايضا لبنان بموضوع رئاسة الجمهورية ربما غزة كمان ربما غزة بموضوع رئاسة الجمهورية اول شغلة اول شغلة تأكدنا منها انو مش صحيح اللي يخبرونا انو انتخابات رئاسة الجمهورية قصة اريتماتيك يعني اذا منجيب نايل من هان هادي انتخابات بتصير من بره يعني هلا قعدوا على الطاولة السعوديين والايرانيين وفيما ايضا الفرنسيين والقطريين والمصريين وبالتالي اذا فيه مقايدة كبرى على مساحة المنطقة ممكن موضوع رئاسة الجمهورية على هذه الطاولة تنبت وممكن ايجي رئاسة الجمهورية لا بالحسبان ولا احنا بدنين ولا نحنا ما بدنين رئيس جمهوري ولا نحنا �부터 يمكن يجي ولا نحن. لأنه ونحن. يمكن يجي رئيس جمهورية بلحظة معينة بلحظة مقايضة بين اليمن العراق سوريا لبنان فلسطين بهالطاولة الكبيرة يلي صارت اكبر من الكتر النيابية واكبر من ارادة النواب بالنزول او عدم النزول الى مجلس النواب واكبر من اي شيء اخر وبالتالي بيّن انه انتخابات رئاسة الجمهورية مش والله انا يعني اذا جبت عدد نواب معين قادر اني افرض وجهة نظر. كل هذه النظرية سقطت صارت الانتخابات مبينة اني من بره لجوه. من بره لجوه يعني ولا انا ولا انتي ولا حدا قادر يأسر. تأسر مصالح هذه الدول. وان شاء الله يخدوا بعين اعتبار مصالحنا. ما يخدوا فقط بعين اعتبار مصالحهم. وتكون مصالحهم قطعة فوق مصلحتنا اللبنانية. حد دلق يعني نبين انه المملكة العربية السعودية عم بتمارس ضغط باتجاه عدم انتخاب مرشح معين. بس هل هذا الضغط يستمر? هل هناك شيء ما ممكن ان تحصل عليه المملكة العربية السعودية? هل رئيس الفرنسي يلي يقال بانه سيأتي بزيارة الى المملكة العربية السعودية سيقدم شيء ما خلشت من ايدنا. يعني صرنا نحنا يعني نحنا كنا عم ننتقى البيت عنيا والصلاة. انا برأيي صاروا اللبنانيين كله كل واحد عم بيصلي. هيدا عم بيصلي عن نبي. الواحد عدينه. ايه كل واحد عم بيصلي عن نبي وهيدا عم بيصلي عن وجه بس ما حدا منه نقادر انه يغير شيء. ما حدا. من هون دكتور فارس دائما المجموعات السيادية المجموعات التي كانت تعرف بيعني مجموعة اربعتاش ادار السيديين الليبيراليين. هاي المجموعات عند اي منعطف من هذه المنعطفات الكبرى في المنطقة تعتبر عطول انه هي الخاسرة الاكبر. لانه بتعتبر انه ايران وضعيتها مع حزب الله وضعية استراتيجية. ايران لا تفرض على الحزب ما لا يريده في الداخل اللبناني. اما نحنا المجموعات السيادية اللي الى مثلا ارتباط او الى العلاقة او التي تؤمن بان فرنسا او السعودية هي دول صديقة ومتعاونة معها من اجل حرية وسيادة لبنان. دائما الخيبات تكون حليفة هذه الفئات. اولا نحنا منع عملاء لحدا. مش عملاء. نحنا منستفيد من رياح مؤاتية ومن قراءة معينة. اه منع عملاء عم تحكي بالنسبة لحزب الله. نعم اوكي. وضعيته مع ايران. تماما. نحنا نستفيد من قراءة معينة ومن رياح مؤاتية. هالمشروعين اللي هلأ عم يقضوا مع بعضون. مشروعين نقضين لبعضون. ايران استثمرت بالامن. وانشأت نظام امني اقليمي. بدأ بالحرس السوري. مرأ بالحسيين. بالحشد الشعبي بالعراق. بالنظام العلوي بسوريا. وصلنا الى لبنان بحزب الله. حماس. وعرج على حماس بفلسطين. استثمرت بالامن. واستثمرت بعملية العنف. وبعملية عدم الاستقرار. وقالت للعالم. اذا بدكن امن. اذا بدكن الاستقرار تحكوا معي. عندي. المملكة العربية السعودية عم بتقول. انا عم بستثمر بالتنمية. عروبتي. جديدة. يعني ما بقى تشبه عروبة عبد الناصر. ولا حتى بتشبه عروبة ابو عمار. ولا بتشبه عروبة البعسيين. كانوا عراقيين او سوريين. هذه العروبة. اللي عم بتخاطب. اللي عم بتخاطب الشباب العربي. اللي عم بتحكي. تشات جي بي تي. ويلي بتجيب نانسي عجرم. تغني بالرياض. ويلي عم تعطي الحقوق المرأة. ويلي عم تعمل نايم. ويلي عم تفوت. وعم تشتري باوروبا الاندية. وعم تشتري اندية. وعم تشتري بوينج مية وواحدة وعندها عراقات مع الصين. هذه العروبة. عروبة التنمية. العروبة الجديدة. الحديثة. المتصالحة بين الاسلام. والحديثة. وبين العرب والخارج. هذه العروبة بيحاجة الى امن. وبالتالي كل الفريق شايف حاله انه بحاجة يعد مع بعضه. الفريق اللي استثمر بالامن. اللي هو الفريق الايراني. صار مفلس. ببق معه مصاري نتيجة العقوبات. بده تنمية. بده مصاري. والفريق اللي عم بيستثمر بالتنمية بده امن. هيدا اشتري امن. ايه. وهيداك عم بيجيب مال وعم بيجيب استثمر من السعودي. عدس بقدان. تماما. نحنا نحنا كاللبنانيين. في شي بدنا نقوله بهذا الموضوع. نحن اولا مع اي فريق. انا شخصيا حسمت خياري. انا بهذا الموضوع ماروني لبناني عربي. بمعنى انه انا بشوف انه المشروع التنمية اللي بيقوده اليوم. بتقوده اليوم المملكة العربية السعودية. بيشبه ولادي يا سيدي. اكتر من المشاريع العربية اللي كانت مطروحة بالسابق. رغم احترام الكامل لالها وفعاليتها والظروف اللي كانت هي موجودة فيها. هذه العروبة الجديدة اللي هي عروبة تنموية. عروبة متصالحة مع الذات. عروبة سياحية اقتصادية مالية استثمارية. يعني هاي عروبة بتشبهنا. يعني نحنا قادرين على الاقل نتفاهم نحنا وياها. وبالتالي كل اللي لازم يعملوه والمسيحيين قبل غيرهم. انه يطلوا على هذي العروبة. ويقولوا هني شو قادرين يعطوا فيها. من اجل نهضطها ومن هاجل من اجل ان تستمر في انتشارها بالعالم العربي. وان يكون لها حلفاء بكل العالم العربي. اللي عم يطرحوا لي الايراني ما بينسبني. يعني ما بينسبني باللغة. ما بينسبني بالسقافة. ما بينسبني بالمحيط. وما بينسبني ايضا بطريقة بطريقة العيش. بطريقة بطريقة تفكيره. صحيح. بيقول على انا انا مع دولة اسلامية. سعودية عم الاسلاميين بيقولولا انت دولة اسلامية اندردوز. الامريكان بيقولولا انت دولة اسلامية اوفردوز. الايرانيين عم بحاولوا انهم يحطوا ايدهم على ادارة الشأن الاسلامي. وبتري خرجت من كل هذه الافخاخ اللي هي منصوبة حولها باتجاه عروبة جديدة اللي هي عروبة التنمية. بهذا الموضوع انا لازم نستثمر. دكتور سعيد تعتقد ان هناك سين سين جديدة تدفع هذا الاتفاق السعودي الايراني. وعم بيتحضرنا. سعودية سوريا. يبدو هيك. لك انا يعني ابدا. تبا نتخجع بعدين نحنا وياك يعني اذا عندك اي معطيات خبرنيها. لا انا ابدا ابدا مني خايف من من انه بشار الاسد. بشار الاسد اليوم بقياس الحشد الشعبي الحسين حزب الله هو. الفرق الرابعة معهم يعني ازاي تشير حرس. يعني هو من فريق الاذرع العسكرية للنفوس الايراني بالمنطقة وبالطالي خادع ايضا للمقايضة. انا وياك ما لازم نخاف من يلي عم بيصير لي. لازم يخاف هو يلي داخل بالمشروع. لازم يخاف حزب الله ما تصير التسوية على راسه. لازم تخاف حماس ما تصير التسوية على راسه. لازم يخاف النظام العلوي انه ما تصير التسوية على راسه. حشد الشعبي الحسين. هاو دي بيقدروا على طاولة المفاوضات. بس دكتور سعيد لم تثبت يعني يعني الوقائع الميدانية على الارض يعني اقل له من الالفين لليوم. ان من يمسق الارض من لديه السلاح ومن لديه القدرة والقوة هو من يكون المفاوض الاقوى ولا تصبح هذه التسويات على راسه. يعني اقوى من بوتين. واللي بيشتغل بالوردة وبالحرية وبالديموقراطية وبالسياسي وبالانفتاح وبالعيش المشترك. متل ما تحدثنا بينصاب يعني بمعظم الاوقات عند المنعطفات في الشرق الاوسط بخيبات الامال. ممكن على مدى كتير الاصير. بس انه كل اللي استثمروا بالعنف. وكل اللي بدي لعب ادوار كبيرة بدي يكون مفيد. يعني وقت الاجر الانتذاب الفرنسي لعنا. مش صحيح انه العسكر السنغالي خبطنا واجبرنا انه نحن نصير نحبهم. عملو لك مستشفى وعملو لك جامعة وعملو لك مدرسة وعملو لك طريق الشام. ترين. واهلو لك المطار وعملو لك ترين وعملو لك. كنا على الدفتر الشمسي. بتضيع بتملك بيت. على يمينه بيت بوحنة. قدامه كرزي. وراه صاروت مي. على شماله تيني. اجا بالتوبوغرافيا. عملوا عملية مساحة تحديد. انشأوا السجل العقاري. انشأوا السجل للنفوس. وبالتالي اشعوا حالا الناس بانه هذا الانتذاب قد يكون مفيد. ورغم هذه الافادة فيه ناس انتفضت وقالت بدنا استقبل البلد. طب كيف اذا انت بتجي. ما بتخليلي دولار بجيبتي. بتسكرلي البنك. بتقطعلي الكهرباء. بتفجرلي المرفق. بتقتل شخصيات مرموقة. بتقتل زعامات بالبلد. وبتقل لي انه انا بدي قلت فيك. ما بيمشي معك. ولا يمكن ان يمشي معك. حتى ببيقته في نقمي. مش بس بالبيئة اللبنانية العامة. ببيقته في نقمي. وبتالي انا ما بعتقد انه من استثمر في العنف. بالعالم وفي المنطقة وفي لبنان. ادى هذا الاستثمار الى اي شي. يمكن على مدى بسيط. مثل الاباضاي بتضيع علي بيسروا الجيج. ضيع بتتحملوا مرة اتنين تلاتين. بعدين بيخبروا الدرك عنه. بيجوا بيخدوا. صحي. دكتور سعيد يعني بالانتقال الى الملف الرئيسي. هل بتعتقد ان هذا الوضع الاقتصادي المزري. التي تحدثت عنه. وعنه طبعا شق عنه في هذه الحلقة. اضافة الى الوضع السياسي. وكل التداعيات التي تحصل من الاتفاقات الاخليمية. ممكن ان تفرض سلايمان فرنجية. رئيسا للجمهورية بنهاية المطاف. من بعد ما الناس كلها تستسلم. مروان الدوم. نحنا اليوم عشرين. واحدة وعشرين. واحدة وعشرين. ادار. اول يوم بالربيع. وعيد الام. والله يرحم امك دكتور فاريس. والله يخلي لك نهاد. والله يخلي امي كمان ست سيدة. الله يخليك. انا عم بحكيك اليوم من هذا المنبر العريق والكريم. اذا ما انا عملت معركة حقيقية بوش اسلامية فرنجية. اسلامية فرنجية رئيس. لحد دلها ما عم تعمل معركة بوش اسلامية فرنجية. عم نعمل سينجوف. اي او مونيكفي. مميحة. اي اي. يا سيدي عنا مرشح اسمه مشان ما هو. دروحوا دعموه. وعملوا له معركة متل ملازم. اسلامية فرنجية مش مستحي يقول انا صاحب مشروع لبناني ايراني من لبنان. قوموا وطلعوا قولوا نحنا اصحاب مشروع لبناني عربي. وحطوا دواء القرار العربية الى جانبكم. اذا ما حطينا دواء القرار العربية الى جانبنا. المعركة غير متوازنة بالسياسة. مش بس باحتساب الاسواب. بالسياسة غير متوازنة. يعني هون حضرتك عم بتشيل اي فيتو عربي بهيدا الحديث عن اسلامية فرنجية. اذا كانت الظروف الداخلية مؤاتية له. انا عقول. معقول يقدر يوصل لرئاسة الجمهورية. انا عقول انا اوشي ما حكيت عن فيتو سعودي تجاهه. انا انا عمقول اصبح ترشيحه على طاولة مفاوضة اكبر منا نحنا. ممكن اللي ما بدو ايه اليوم يصير بدو ايه بكرة اذا المقايضة حصلت. طيب لماذا اسلامية فرنجية ترشيحه على طاولة مفاوضة وجدي واميشيل معوض. لا لانه ما عملنا له معركة. ما عملنا له معركة. ما حطيناه على طاولة المفاوضات. ما طلعه قال. هو ملا حرام. يعني هو كمرشح. ايه. بس انه الاحزاب اللي دعمته بنا ندعمه لانه هو بيمثل اتفاق الطائف بس بقا نحكي بالفيدرالية. بقا ندعمه لانه بيمثل اتفاق الطائف بقا نعمل لمركزية ميلية. طيب كيف هو القصة. في واحد عم بيقلك انا عم بثبت نفوز ايران بدي انه يبقى سلاح حزب الله الى جانب الجيش اللبناني. واحد عم بيقلك انا مع اتفاق الطائف مع حصريتي السلاح بيد الدولة اللبنانية. الاول مدعوم علنا من ايران. التاني مدعوم بخجل من دوائر القرار العربية. اذا مدعول بخجل من دوائر القرار الخارجي. ليه? لانه ما عم بيعمل معركة. مش هو ما عم بيعمل. هو حرام كمرشح عم بيعمل. اللي عم بيعمل له معركته كما يجب. طيب. دكتور فارس نصيحة للي عم بيعمل له معركته للاستاذ ميشيل معوض. شو لازم مين قال? ميشيل معوض مرشح ماذا? ميشيل معوض مرشح نهائية الكيان اللبناني والعيشة مشترك. الدستور واتفاق الطائف. وموقع لبنان في نظام عربي جديد. طيب. شو جمهوري انه اتحدث مع حزب الله بموضوع الاستراتيجية الدفاعية وموضوع صلاحه. وبالمقابل اتحدث مع نظام الاسد بموضوع اعادة النزحين. يعني ملفين شائكين في لبنان. يعني اي رئيس بيتمنى انه بعهده ينحلوا هالملفين هو انه باستطاعته ان يكون بذلك. على رأس. يعني اولا هو بما انه رشحوا فريق حزب الله ما بيقدر يقول انا مع العرب او مع العروبي متصالح. هلأ بلقش يعني الامور انه تزبر بين السعودية وبين ايران. قوله انه انا اذا حكيت مع بشار الاسد لاني قريب منه ترجع الناس حين السوريين. بيأكد انه يلي منع عودة الناس حين سوريين هو بشار الاسد. يا سيدي اذا انت قادر بكلام مع بشار الاسد انك ترجع السعودية. حكي من هلأ. حكي من هلأ. لشو بك تنطرني تتعمل رئيجة جمهورية. نحنا كنا متهمين انه الامم المتحدة والستمائية الدولار والقرار السياسي الدولي. وبدون يوطنون بلبنان وبدون يولدوا بلبنان. تقدمات. طلعت انه لا القصة يعني بسيطة قصة اذا حكي اسلامان فرنجية مع بشار الاسد بتترتب الامور خيئة. عملها من هلأ. لش ناطر. لما عم بتشوف شو عم بيصير بالمناطق. عم بتشوف شو عم بتصير بالدياع. عملها من هلأ اذا انت قادر انك تعملها. اما موضوع مونتك على حزب الله بعملية السلاح مع التقديري واحترامي الكامل لألك. بس انه هدا موضوع يعني اكبر من قدرتك ويمكن اكبر من قدرة سيد حسن نصر الله على التصرف فيه. هيدا السلاح مدفوع حقه من قبل فريق من قبل دولة اقليمية. ما راح تزيله الا اذا ابضت حقه بمكان ما. او الا ازا يعني. ان شاء الله مش بلبنان. ان شاء الله مش بلبنان. او الا ازا اللبنانيين عادوا اجتمعوا ضده. متل ما اجتمعنا ضد السلاح السوري. دكتور فريس سعيد يعني اليوم توجه المعارضة الى يعني انتقاء مرشح. ربما يستطيع بالارقام وباعداد وباصوات النواب ان يستحصل على اكثر من ميشيل معوض في يعني لعبة العدد. مثلا مثل نعمة فريم. اليوم شو بيفرق نعمة فريمع ميشيل معوض. مش انسان محترم ورجال محترم. بس برجع بكررلك انه العمالية مش عمالية يتقع احتساب اصوات. مش اريتماتيك. ونحن بعدنا عم نحسبها هيك اليوم. حتى لك في مغلطات انه نجح سامي فريمجي على الصوت وكانت معركة ديمقراطية. لا. انتقال كمال جملات اللي كان. من ضفي الى ضفي. من ضفي الى ضفي. ما انتقل لانه عم فيش خرقه من الشعب التاني ومن جبيل الحود. انتقل بزروف دولية واقليمية كتير معينة. كتير كتير معينة. وصار هذا الانتخاب من بعد. من بعد ميزان قوة كبير اسمه اتفاق القاهرة بالعام تسعة وستين. انتخم السنة من بعدها. ما قدروا لموارني. يعني نجحوا بالتمانية وستين. يتجنبوا اتفاق القاهرة. تحملوا اتفاق القاهرة. ما قدروا يترشحوا بالسبعين. صح. اجه السنة من فرنجيه. وبالتالي ما كانت لعبة اريتماتيك حتى. كانت لعبة موازين قوة داخلية. يعني اليوم كمان منا لعبة احتساب اصوات. هذه لعبة موازين قوة داخلية. يعني هي انعكاس لموازين القوة الاقليمية والخارجية. وبالتالي استبدال اسم ميشيل معوط باسم نعمة فران ما بيغير اوضاع ولا بيحل الازمية. دكتور فارس يعني بملف رئيسة الجمهورية تحدست انت عن ربما يكون هناك مفاجأة معينة على طاولة مفوضات في عواصم القرار ويظهر لنا مرشح ليس في الحسبان. بينزل بالسلة. مسلا. شو زيف عون? جهاد ازعور? شو زيف عون? ليش تش زيهاد ازعور? قبل ما توص على جهاد ازعور? في بيقول انا اكتر مؤسسة بلبنان بتعرف حزب الله. انا بعرف حزب الله بالسبعتاش سفر واحد. بعرفه على حدود مع سوريا وبعرفه بالطيونة. انا بعرف امتين برجلج الموضوع انا وحزب الله. وامتين بقدر روح على هيدا او هيدا او هيدا النموذج. مش هيك? اذا كلام جدي يعني بالسياسي. منو كلام شو ما كان. ازا يعني راحت الامور باتجاه قبول الافريقاء الاقليميين على تسفية معينة. انا بتصور انو العماد جوزيف عون من الاسماء لمطروحة بجدية على طولة المفاوضة. استبيليزاتور يعني. اولا يعني اولا الامريكان عندهم سئة. يعني عشقهم بالجيش وبالجيوش العربية كبير وقديم. ما في قائد جيش بيجي انما بينزشوا معه. علاقات مميزة. اثنان فيه جو عربي بيقودوا بتقودوا مصر. انو سيبقى الجيش هو الحل. انو اذا راح الجيش بيجي محله الاخوان المسلمين. وثلاثة الرجل عم بيخود معركة يعني منصفة لحد هلأ. معركة الناس بتشوفوا يعني بتحب الجيش يعني خاصة المسيحيين. انا بتصور من ايام الشعب التاني القديمي اكبر حزب عند المسيحيين. بتحن انت عكل حال. هو الجيش. انا بحب الجيش بس انو. بتحن للشعب التاني والمكتب التاني. انا 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 يعني طبعا بحب الجيش وبيحترم الجيش. مع انو انا ايام 14 اذار استضمت انا وياه بجبال في 2007. صحيح. وصار في عنف يعني نحنا وياه هون. مع فئة يمكن كانت وقته كانت في اوية الكتيبة اللي كانت. يعني شو بتبقى. كانوا جيش. يعني كان قائد جيش وقتا الرئيس ميشيل سليمان. وكان بنص جبال واتهمونا اتهمات كبيرة. وانا يعني حاولوا حاولوا اتلي. يعني بالملف الرئاسي دكتور سعاد استخلصت من حديثك يعني بالمرشحين الثلاثة يتحدثنا عنه. ان كان ميشيل معواد وان كان سليمان فرنجيه وقائد جيش العماد جوزيف عون بانه سلاح حزب الله هو خارج كل هذه المعادلة. وهو خارج معادلة لبنان وخارج معادلة رئاسة الجمهورية. اذا اي رئيس اتى الى سدة الرئاسة. موضوع سلاح الحزب. يا بيحيدوا. يا بيعرف كيف بيتعطى معه. او بيتفاوضوا بحزب الله من دون نتيجة عليه. لا 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 لا. سلاح مان فرنجيه هو ضماني وبوليسي التأمين لسلاح حزب الله. اتفاق الطائف اذا اجت لحظة مناسبة. يعني رياح مؤاتي لتنفيزه. عم تحتي هنا عم ميشيل معاوض باتفاق. بيصير في مواجهة سلاح حزب الله. والجيش اللي بيقول انا اكتر واحد بعرف الحزب. رادع. اكتر واحد بيعرف انتين. حامل الداخل. تمام بيتعاطى مع هذا الموضوع. لا في نيانس بين الثلاثة. مش صحيح انه هيدا وهيدا وهيدا بيتعاملوا مع هذا. بس الوضعية هي بقاء السلاح وعملية التعاطي معه دكتور فارس تفرق بين مرشح ومرشح. لا هي عملية موازين قوة داخلية. اذا قدرت ترجع تجمع الوحدة الداخلية اللي تكونت بالألفين وخمسة. فيك تحكي مع السلاح من فوقه. واذا ما قدرت تعملها وكل واحد مننا كان مشغول ببدنه. هو عنده اكتر قدرة انه يتلاعب فينا. دكتور فارس بيء الموضوع الاقتصادي. اليوم حضرتك طبعا يعني متابع لهالموضوع. ويعني تؤمن بليبرالية هذا البلد. ملف المصارف في لبنان. موضوع المصارف. الهجم اللي صارت على المصارف. آآ يعني زنب المصارف بالوصول الى هنا. كل هذه يعني المعطيات وصولا الى الاضراب التام لبعده حتى اليوم. هذا القطاع الذي كان على مدى يعني على مدى السنوات في لبنان العمود الفقري لكل هذا الاقتصاد. ويعني صلة الوصل مع السكتور البانكير العالمي. اين هو اليوم؟. بالحرب نهارة الليرة بالبنك. بقى المصرف. هلا نهارة الليرة ونهار البنك. مش صايرة بها. يعني ما حدا ما في محل بالعالم بتنهار العملي وبنهار المصرف. متل ما صار بلبنان. وبترني احنا بازمة اقتصادية مالية كتير 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 خطيرة. هناك من يحصر اسبابها بسوق الادارة وسوق التدبير وبيحملها لرياض سلامة وللمصارف. وهناك من يحصر مسئوليتها للمسئولية السياسية اللي انعكست على القطاع الاقتصادي والمصرف. انا من من يلي بيقوله بصدق بانه طبعا في مسئولية ادارية على المصارف وفي مسئولية ادارية على سياسة مالية نفزها حاكم مصرف لبنان بناء على سياسة. على رغبة الحكومات المتعاقب. وهو مجلس النواب. وهو مجلس النواب. وبالتالي يعني قد ما يحاكمون رياض سلامة شعبيا واهليا ويعملوا منه. بالنهاية الرجال. كيف مش محرقة. الرجال عنده يعني ما 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 يقدمه للقضاء في حال يعني استدعي إلى القضاء. واستدعي وقدم. واستدعي وقدم. الانهيار المالي نتيجة العزمة السياسية بيان بنقطة. بنقطة رئاسة الجمهورية. اذا بتجيب رئيس ضد المملكة العربية السعودية حتى لو جبته مش قادر يخلصوا. نعم. وبالتالي هيدا بيأكد على شو بيأكد انه القصة مش قصة مصارف وقصة مالية داخلية. يعني اذا بتجيب رئيس بيطلع كل نهار بيقول الموت لالسعود. او شو بعرفني. ونصير بكعب الساقية. ايه او انه يا خي السلاح حزب الله ضروري لانه الجيش ضعيف. ضروري وشارعي. اه لانه الجيش ضعيف. او انه سبعة عشر سفر واحد. يعني هيدا يعني لازم نلغي. او الانفتاح شرقا. ولازم نخلق استراتيجي دي في عيه. او انه لازم نقعد بايران وبروسية وبالصين وبس. هيدا كله بيدل على شو. بيدل انه هذا الانهيار هو نتيجة لوضعية سياسية معينة. لانه بمجرد ما نجيب رئيس جمهورية متصالح سياسيا مع دوائل القرار العربية. ضعتي اول اشارة لعاد انطلاق الوضع الاقتصادي الداخلي. عهد ميشيل عون ست سنين قد الى الوصول الى هنا دكتور فهلا سعاد. عجل زما قالنا انه كان عليه المسئولية الكاملة. محاكمة عهد ميشيل عون بعد بكير عليها. بس في خطوط عريضة لا لا لا. اولا فور ما اجا فور ما اجا رجعت تأزمت بين ايران وبين السعودية. وبالتالي اجا عهده على على موضوع القسام ايراني سعاد. حاد. انا اجا كانوا مقدرين وقت قبل انتخبوه اجا على قادة انه كلنتهم تعمل رئيس جمهوريه عامل رئيس جمهوريه ترامب. يعني حملوا مسئولية تحالفه مع حزب الله. قليتي الادارة اللي هو شكلها بالداخل بلبنان. اجا وكأنه في جوع عتيق. كأنه. ايدارة حق دي جعاني. اجا بجوع عتيق. متل اللي بينزل من الجرد عنا بروع على صدورة البقلة وعند البحصة اللي هو مبعود يوقف من الاكل. او بفوتوع شي ملها ليلي. او بفوتوع. يعني. اجا مزبوط بجوع عتيق. في شي من الخجل يعني. نحنا مش هيك. يعني. بجوع عتيق حقيقي. على السلطة. على السلطة وعلى الوضع اليد وعلى. وصارت الامور. وعلى تصوية الحسابات. واختلطت العيلة بالسلطة بالنفوز بالنظام ما عدنا نعرف. وبدل ما يعني العماد عون بما يتمتع من موقع واحترام عند اللبنانيين. يجيب حزب الله على الجمهورية اللبنانية. حزب الله اخذ كل الجمهورية اللبنانية وحطها بالضاحية الجنوبية. بشكل انه اصبح الكراسة لللبنانيين والنفوز لحزب الله بشكل كامل. بعكس فؤاد شهاب وعبد الناصر. عبد الناصر كان اوي بلبنان. قد ما حصل نصر الله اوي اليوم بلبنان. يمكن اكتر. يمكن اكتر. صحي. لا. قدر فؤاد شهاب. يعني كان محسوب على علاقة جيدة مع العرب. قدر فؤاد شهاب بان رمزية صورة الحدود اللبنانية السورية. على الخير. يعمل توازن. يعمل توازن. يحافز على الجمهورية اللبنانية وكرمتها. ويحافز على المصالح العربية اللي كان بمثلة عبد الناصر بلبنان. هاي دي اللعبة ما قدر يعملها عماد عون لانه اختزل السياسي بالنفوز وبالسلطة وربما بالعيلة كمان. دكتور سعاد متفائل ان وصل الى سدة الرئاسة رئيش مهورية برضى يعني الاشقاء العرب وخاصة المملكة اللي ممكن تكون السند الوحيد للبنان بهذا الوضع الاقتصادي بكل صراحة. مش بس بس كمان لازم اللبنانيين يعرفوا شو المملكة جديدة. يعني المملكة اللي كانت تجي. برمانا هاي سكول ومنولد بمستشفى اطراط ومنتعلم بالايوبي ومنروح نتعرف على السياحة اللبنانية ومنعطي مصاري لاصحاب لما ازابطها. كتبت صحفية فرنسية مشهورة كتير اسم ايلان سانون مختصة بالشأن الداخلي العربي. كتبت بلوموند عن اقتصاد المصري. صفحتين بخلاصته بتقول فيها انه عرقلت الاقتصاد المصري لانه هناك معادلة متحكمة بمصر او الجيش بيحكم او الاخوان المسلمين. هذه المعادلة قدت على انه الجيش يظل حاكم بمصر حتى ما يجوا محله الاخوان المسلمين. والجيش اللي حاطت ايده على مؤسسات اقتصادية وانتجية. يعني تصور مثلا في 3600 كيلومتر ترقاط بمصر بتدفع عليهم المصاري تستعملهم السيارات. مردود كلهم للجيش المصري. اضافة الى المعامل اضافة الى قناة السويس اضافة الى 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 مملكة العربية السعودية من سنة 2011 تدفع مصاري بمصر. هلا عم تقول طيب انا مستعدي كم انت ادعم مصر لانه مصر دولة عربية عريقة وانا ما بتخلى عنها. بس انا بدي فوت بالاستثمارات المصرية. وبدلي بدي يكون شريك شريك مع الجيش وشريك مع اي سلطة بمصر قادرة انه هي تكون على على مؤسسات انتجي. انا برأيي اللي بدو يتعامل مع المملكة العربية السعودية جديدة كمان. مش بس بدو يكون يفهم عربي عليها. بدو كمان بدو كمان يعرف كيف. تمام انه انه تتشارك. نموزج الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري. يعني ما كانت بحاجة المملكة الى سفارة بلبنان طالما رفيق الحريري بلبنان. هذا النموزج ما بقى موجود. بدنا نخلق هذا النموزج بتضافر يعني جهود لبنانية. دكتور فير سعاد شكرا لك على كل هذه الاضاءة بخاصة بكل الملفات وخاصة سياسية منها. وكل يعني التوضيحات عن فكرة الكيان اللبناني والضرورة التمسك بالاتفاق الطائف اللي تحدست عنها. وبالوحدة الوطنية على امل يعني يعود هذا الاتفاق الى التطبيق بحزافيره. لكي يعني يعود لبنان الى النهضة التي عرفها في الستينات والسبعينات. شكرا لك الدكتور فير سعاد على هذه الحلقة الشيقة من مشات مساء. مستمعين الكرام ومشاهدين الكرام نلقاكم الثلاثاء المقبل. كان معكم مروان ادو. اشتركوا في القناة